السلام عليكم كنتم من تكونوا بخير والاخير اليوم فيديو جديد غنحضر معكم بيتزا سائلة في مولات فرديين كتجي رائعة وخفيفة وقطنية بصراحة وضغية كتوجد احسن من البيتزا العادية غدي تجربوها ان شاء الله وغادي تعجبكم هذه ما فيها لديك لحتى حاجة يعني بقوام ديالها بحل قوام ديال الكيك بقوام معي ونتبع ان شاء الله المقادر مقادر اقتصادية بسم الله على بركة الله هنها غنحساج البيضات مع القهة صغيرة ديل الملح مع القهة صغيرة ديل البزار وهنا غنحسي ثومة بودرة دانون ديل مسوس وكاس ديل الحليب ونصد كاس ديل الزيت واحد معلقة ديل الثاني ده مع معلقة عمرة ديل الخميرة فورية وندقيق هنا غنحساج 1-3 ونصد كيسا ونصد ديل البقيق وهنا 8 ده الخمارة حمرة هنا على بركة الله اخذت واحد زلافة در تفع هنا معلقة دي الثانية و معلقة عامرة كيف نقول لكم دي الخميرة فورية وضفت لهم جوج معلقات كبار دي الحليب ضروري الحليب يكون دافي ما يكونش بارد داب الجو بارد ضروري نديرو شي حاجة دافئة باش تخمر لنا الخميرة سوف نغطي هذيك الزلافة و هنخلي الخميرة تفاعل مع الثانية هنا غادي ندير جوج دي البيضات بحرارة دي المطبخ و غادي نضيف ليهم هنا كيف ما قلت لكم الكاس دي الحليب دافي و نصف كاس دي الزيت غادي نخلط العناصر كاملين و غادي نخلطهم كاملين هكا مجموعين في دقة واحدة و هنا غادي نضيف ضع نوم السوس بدون سكر اللي قلت لكم الحجم الكبير دي المية وعشرة قرام و من بعد غادي نضيف توابيل انا نسمتها ثومة بودرة ممكن تضيفوا شوية دي الزعتر ممكن تضيفوا هذا البصلة حتى هي بودرة كتجي زوينة هنا خلطت البيض مع الحليب مع الزيت كيف ما كتشوفوا خلطوا مع البطرة باليداوي هكا و غادي نضيف توابيل ديالي هنا قدرت شوية دي البزار و شوية دي الزعتر و مطحون و معهم الملحة كيف ما كتشوفوا هذا ضروري هذا المرحلة انكم تخليوا الخميرة ديالكم حتى كتشوفوا حتى كتشوفوا هذا ضروري هكا الخليط ديالكم كيكون ناجح و البيضات ديالنا كيجيو خفافين و كيجيو مقادل هنا غادي نضيف بالتدريج كيف ما كتشوفوا دقيق حتى غادي ندخل كيمية كاملة ها هو الخليط ديالي على هات الشكل هو تقيل يعني تقل من ديال الكيك ما كيكونش خفيف ضروري كيكون تقيل غادي نغطي هنا بابي هذا بلاستيك الغذائي غادي نغطي و نخلي غير فوق بوتاجي و حد على الاقل و نساها حتى يخمر مزيان بماء و جد الحشوة غادي نخلي هنا حتى كيتفاع و يتعف الحجم هنا غا نحضر معكم الحشوة بالنسبة للحشوة يعني يمكن لكم ديرو اللي متوفر عندكم في الدار انا اخذت هنا يجهد واحد ثلاثة ديال مع القبار ديال الزيس عادية تقدروا زيت الزيتون شلط واحد البصلة و ففلة حمراء و ففلة خضراء تقدروا فالة في الألوان يعني ديروا الحشوة اللي بغيتوا تقدروا تقدروا ديرو حتى اخذوا كي يجي زوين هنا غادي نشحرهم مزيان غادي نضيف لهم توابل غادي نضيف لهم توابل ملح البزار و شوية سكينجبي و شوية حمارة و ثوم بودرة و غادي نشحرهم غادي نخليهم حتى غادي تقلى لي الكل و يجانسوا لي العناصر كاملين هنا تقدروا تضيفوا الزيتر تحكوا هاكا و تضيفوا ولا يكون منطحون بنيسبة لي هاد الحشوة غادي ندير فيها الكفتة غادي نضيفها هاكا و نخلي العناصر كاملين هادي الحشوة اللي اختارت الفلافير مع البصلة مع الكفتة صراحة كتجي طعم ديلها زوين و كي يجيو يعني حشوة سهلة ممكن تعودوا الكفتة تعودوها بالطعم هادي نخليها الطيب مزيان مع الفلافير و مع البصلة سوف نخليها تبرد بما دس باش نوجد معاكم الخالة ديل بيتزا السائلة في القواليب الفرديين كيفما كتشوفوا انا عزلت هاد المول هادو صغيرين اللي مشن في مجنب و عندي احتادوك المول العجيب هو صغير اللي كتكون في هاديك تقيبة من الوسط كي يجيو صراحة زوين في الحطة دياله انا اخذيتهم هاكا فرديين و دهنتهم بالزبدة و درت ليهم شوية ديال الطقيق كيفما كتشوفوا وبنسبة الخالات نحاول نخرج من هادوك الهواء دياله نحاول نخرج الهواء هنا غادي نضيف غير جوج معالق حتى ثلاثة ما كاملينش و نوزع مزيان في المول حيث باش مبلا من ديروا كمية كثيرة غادي ترتافع معنا العجينة و ما غاديش يجيو الشكل دياله و مخصوم يكونوا يجيو الحد في القد ديال المول ديالنا هنا كيفما كتشوفوا هاكا كتوزع عادي هاكا كنية غادت خمر لشكل ديال المول هادي المول كيفما قالت لكم هادي المول عاجب الصغير كيجي سراحة رائع و كيجيب هاكا كنيس في البيتزا الفرودين كتيجيء إزوين اي حاجه إزوين و نشارك معاكم من شاء الله كنتم تسيبتم في هادي المول هذا اه جو الصراحة الداد وجو المنظر ديالهم راقز وين شاء الله غادي نعود نشاركهم معاكم هنا غادي نكمل اه البيتزا ديالي كامل كيف مشوها ما كملتهم وما زال شاطلية من العجين غادي نديرها فلاطة عادية صغيرة هندخل الفرن سخون من الفق ومن تحت وهو ما الشكل ديالهم مني كي طيبو كي يجيوا رطبين 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 بزاف صراحة كي يجيوا الدادين والعجينة خفيفة صراحة واحد اللي بدنا اه غريبة ماشي ديال البيتزا واحد اللي بدنا زوينة صراحة هنا اختيت غير هات الماطيشة كانت هدي الماطيشة بحل صوليس سائلة كانت صراحة تقضيت لي لاصوس ببيتزا وما كانش ما كانش عندي الوقت باش ننصيب لاصوس ببيتزا صافي قلت غادي نقضي غير بهادي صراحة هي كتجي زوينة اختيتها كيف ما كتشوفو وده هند قدرتها من فوق ديال البيتزا الصغار سافو غادي نقضي كاب المعلقة باش غادي ندير وسط منها الحشوة ديالي هنا هنسترح مزيان هديك العصوص ديالي هاكا تقدر شوفوك منها زعتر باش كتجي البنة زوينة ديال لاصوس طومات هادي سافو تنحط فوق منها الحشوة وغادي نوزها مزيان وبنسبة للفرعان هالشي كله عندي طيب يعني غادي ندخلهم غير باش غير من الفوق باش يدوب لنا الفرماج محكوك اللي غادي ندير من الفوق سافو تنخرجوهم تنقدموهم بالصحة وراحة كي يجيو زوينين وخفافين وكيعجبوه الصراحة وليدة صغار نقدرون نديروهم لهم بحلقة في وجبات الغادة ديال المدرسة وان شاء الله هو سيدنا رمضان جاي يعني نحضروهم لرمضان كي يجيو صراحة زوينين افكار زوينة نقدرون نبدلو من العجينة ديال بيتزا ديالنا العادية ونصيبو هادو فارديين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سيدنا نحضر القناة هذا هو شكل نهائي لدي البيتزا السائلة سيدنا صراحة جات ديلى بزاف و القناة ونشاي بالمانس نزينو بها المائدة جولد تيك اقسره جولد تيك ووليدة صغار ييجوهم معهم المدرسة ووحد لأجينة خفيفة بزيف ورطبة اه وكتجي زي عنا زي عنا متوفرة اه مقادر متوفرة عنا في الدار يعني نخدمه بدك الشي اللي متوفر عنا كتجي رائعة زوينة نصحكم تجربوها وما تنسونيش من اللي لايك والبارتاج مع الاسطقاء وإلى اللقاء ان شاء الله نتلقاوا في فيديو قادم مرحبا بكم مرحبا بكم